بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة عقد البرلمان العربي أشغل اجتماعه الخامس بمشاركة وفود عربية من ضمنها وفد برلماني مغربي الجلسة تناولت مناقشة مجموعة من القضايا الذات الأهمية العربية وكذا الأزمات العربية الإقليمية كما تم التطرق إلى مخرجات القمة العربية التي عقدت بجدة باعتبارها منعطفا مهما في العمل العربي المشترك دراسة كل المشاكل التي تعاني منها الدول العربية وكذلك كل الأمور التي تعرق المساره التنموي خاصة فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك الذي من أهداف البرلمان العربي هو العمل على كل ما من شأنه أن يكون في صالح الشعوب العربية وتضمن جدول أعمال هذه الجلسة أيضا مناقشة مشروع تقرير البرلمان العربي السنوي الخامس لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2022 ومشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية بالإضافة إلى مشروع رؤية البرلمان العربي لمعالجة تضاعية السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي ترجمة نانسي قنقر